في البداية ما معنى كلمة الصمت الانتخابي؟ صمت انتخابي هنا موجه طبعاً لحملات المرشحين إن هناك صمتاً فيما يتعلق بإجراءات أي من الدعاية الانتخابية سواء عبر وسائل الإعلام أو عبر حتى المؤتمرات أو الحجد الجماهيري وبالتالي هي مرحلة بتكون يعني زي استراحة للناخب من الدعاية الانتخابية حتى يستطيع تكوين رأيه النهائي قبل الذهاب للصندوق المشرع في الحقيقة حينما وضع هذه الساعات الصامتة فيما يتعلق بالدعاية هو وضعها حتى يستطيع المراش أو الناخب هنا أن يذهب إلى سندوق الاختراع وقد يعني وضع رؤية كاملة وأخذ هدنة من الدعاية الانتخابية حتى يستطيع أن يكون رأيه بعيداً على التأثير الخاص بالدعاية الانتخابية أعتقد أنها بتكون فترة مهمة للغاية للناخب أيضاً ليفكر مش بس في دعم المرشح اللي هو رايح عشان ينتخبه ولكن كمان لفكرة المشاركة بشكل عام لأن الهدف الحقيقي بعيداً عن انحيازك لأي من المرشحين أو حبك لأي من المرشحين أو ذهابك لدعم أي من المرشحين هو فكرة انتمائك للوطن وحبك للوطن وانحيازك للوطن الذي يفوق حتى فكرة انحيازك لأي من المرشحين يجب أن يكون انحيازك للوطن هو القيمة الأعلى وبالتالي المحرك الأول لذهاب لصناديق الاقتراع وأعتقد أن فترة الصمت الدعائي بتحرك هذا المعنى أو بتتيح للناخب أنه يفكر في أولوية الذهاب حتى بعيداً عن فكرة دعماً أي من المرشحين نعم يجب أن يكون هناك دعم للمرشحين يجب أن يكون لنا صوتاً دعماً لأفكارنا وانتماءاتنا السياسية ولكن في الأساس إعلاء قيمة الديمقراطية وإعلاء قيمة المشاركة الانتخابية أعتقد أن هي قيمة أيضاً بلغة الأهمية